بسم الله الرحمن الرحيم منذ لحظاتها قليلا انتهت قرعة مسابقتين دوري أبطال إفريقيا وكاس الكنفدرالية وبالتالي النهاردة عندنا كمان نتائج القرعة والأهل بإذن الله يواجه مين خلال المرحلة اللي جاية لكن بسرعة أبدأ حلقة اليوم بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة مرتبط كمان بالأحداث المهمة اللي هتكون موجودة في البطلات الإفريقية الفترة اللي جاية عايز عرف رأي حضراتكم في دوري السوبر اللي قرر الكاف خلاص انطلاقه في العام المقبل شهر 8 من عام 2023 هي انطلاق الدوري السوبر الإفريقي رأي حضراتكم في هذا القرار وإقامة دوري السوبر خلال الفترة اللي جاية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخير هستعرض أكبر قدر من أعراء حضراتكم في مشروع دوري السوبر الإفريقي وهل مفيد ولا ممكن يسبب مشاكل وعزمات سواء فنية أو حتى مالية كمان طيب بسرعة كمان نروح لي أهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمواجهة المصري وكمان أخيرا رحيل عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام ومؤتمر صحفي لتقديم ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي جدا استعرض مباراة اليوم النهاردة فيه سلسة لقاءات فيه الدوري المصري وغدا بإذن الله فيه استكمال لمباراة الجولة للتسعة وعشرين وبالتأكيد مباراة بكرة مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي لكن مباراة النهاردة الساعة ستة ونص على ملعب المحلة غزل المحلة هيستضيف بيراميدز والساعة التاسعة من مساء اليوم فيه مباراتين في نفس التوقيت البنك الأهلي هيستضيف فاركو وهز مالك يستضيف مصر المقصة كانت المباراة دي المفروض تتلاقي بالأمس ولكن تم تأجيلها إلى اليوم بدون أي أسباب جوهرية جدا كمان بإذن الله مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي عند مباراة مع النادي المصر على أستاذ برج العرب وبالتأكيد إن شاء الله كل توفيل الأهلي خلال المراحل القادمة من عمر مباراة الدوري العام تفاصيل أكتر وموضوعات مهمة ولكن بعد الفاصل في فقرة ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند زي ما قلت لحضراتكم يمكن قبل ما نبدأ الحلقة في موضوعات كتيرة ومهمة وبعد دلوقتي حديث الساعة وكمان حديث كل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر السوشيال ميديا هبدأ الأول بالموضوع الأساسي والرئيسي واللي الكل كان بينتظره خلال الفترة الأخيرة وهو خبر سواء استقالة أو إقالة أي أن كان لكن المهم النتيجة في النهاية رحيل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من اتحاد الكرة وتركه ورحيله عن لجنة الحكام خلال الفترة اللي جاية يمكن الناس كلها كانت بتتكلم على مدار الفترة اللي فاتت إن المشاكل مش في الأخطاء التحكمية أي حكم معرض إنه يبقى فيه أخطاء في المباراة ولعبة كرة القدم تحديداً بيبقى فيه أخطاء من الأجهزة الفنية واللعيبة والحكام ولكن الفترة اللي فاتت أو تحديداً الموسم الحالي الأخطاء بقت رايحة في اتجاه واحد والتصريحات كمان اللي كان بيقولها وقتها عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق دلوقتي خلاص كانت كلها تصريحات بتنمى أو بتنمى على يعني عند أو عدم الاعتراف بالأخطاء وعدم يعني تطوير الحكام في الفترة اللي جاية وكان فيه إصرار على إن لأ الحكام ما عندهمش مشاكل وكان فيه إصرار على بعض المفاهيم أو الرئيس اللجنة اخترع بعض المفاهيم كان من شأنها إنها ممكن تدمر أسرة التحكيم والتحكيم المصري الفترة اللي جاية فكرة أصل روح البروتوكول أصل الحكم ودوره والاحتواء احنا وصلنا المراحل خلاص بقى احنا خرجنا براء إطار القانون وخرجنا براء إطار بروتوكول لتقنية الفيديو الفار وبقنا نقوله الكلام أصلاً بقى مبرر للحكام عشان تغلط أكتر وأكتر بالمناسبة الفكرة مش في رحيل عصامه بس لا ده رحيل عصام واللجنة بالكامل لجنة الحكام بالكامل يجب أن ترحل وأي شخص عمل في مجال أسرة التحكيم خلال الموسم الحالي ما يفعش يكون موجود الفترة الجاية مع الخابير الإنجليزي مارك تلاتنبرج يعني قالت به لو عايزين نطور ونعمل منظومة تحكيمية جيدة الناس اللي كانت شغالة مع الكابتن عصام عبد الفتاح خلال الموسم الحالي ما يفعش تستمر في الفترة الجاية لازم اللجنة كلها يتم تغييرها يعني حتى لو الاتحاد شايف أن فيه ناس ممكن تكمل المسيرة مع مارك تلاتنبرج عشان يبقى حلقة التواصل لا فيه حكام على مستوى عالي جداً حكام دوليين وكانوا رؤساء لجان سابقة يقدروا يفيدوا ويقدموا المشورة للخابير الإنجليزي الفترة اللي جاية وبالتالي الأمر مش فرحيل عصام بس كابتن أحمد أبو العلا مدير اللجنة اللجنة الفنية بالكامل لجنة الظار من خلال الكابتن سيد مراد اللي هو المفروض مسؤول عن تقنية الفيديو بكل الكوارث اللي احنا شفناها السنة دي يجب أن يرحل ما ينفعش أي حد كان مسؤول في الإدارة الفنية أو في إدارة التعينات يستمر مع اللجنة القادمة بعد رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح وبالتالي راح على الكابتن عصام وأنا أتمنى يكون فيه توجيه الشكر لكل أعضاء اللجنة اللي موجودين حاليا بل كمان الأهم خلال الفترة اللي جاية الحكام الدوليين اللي كانوا بيتعرضوا الظلم أكيد اتحاد الكورة لو متابع الملف ده بشكل كويس يعرف أنه فيه حكام دوليين اسمه عالي جدا لازم الفترة اللي جاية ياخدوا مساحة مباريات أكتر وأهم وحكام دوليين بيتم الاهتمد عليهم في مباريات دولية وقرية كانوا بعيدين تماما عن إدارة بعض المباريات لبعض الفرق أنا عارف أنا بقول إيه وبحدد بالضبط وأقول مين بعض الحكام الدوليين حاليا لو اتحاد الكورة حاب يجتمع بهم ويسألهم مين كان عنده أزمة ومشكلة هيلائي ما لا يقل عن أربع خمس حكام دوليين كان عندهم أزمة مع الكابتن عصام عبد الفتاح إحنا هنا ما كناش بنتجنى على رئيس اللجنة السابق بالعكس إحنا كنا بنقول اللي بيدور في أسرة التحكيم وكنا بنتكلم على مشاكل تحكمية وعدد من الحكام الدوليين كانوا بيشتكوا شكوى عديدة أو شكوى عديدة ضد رئيس اللجنة وكان الكل بلا استثناء أو مش الكل الأربعة الخمسة يعني بدون ذكر أسمهم عشان يعني ما يكونش فيه إحراج ليهم كان دايما شايفين إن فيه اهتمام كبير جدا بحكام الدرجة التانية والدرجة الأولى إن هم يكونوا موجودين في تقنية الفيديو الفار مش عارفين ليه وأنا حتى في حلقات سابقة ذكرت وقلت في أسماء بتتقرر كتير وقيل فرحان مصطفى عثمان مصطفى الشهدي محمد سلامة ميدو الأسماء دي تتقرر كتير ليه فين الحكام الدوليين وبعدين كمان بقى في حكام دوليين مفيش أصلا كمية بينهم وتعامل بينهم جيد فتلاقي كابتن عصاب بيحطوه مع بعض حكم ساحة وحكم فار حكم ساحة وحكم فار فبالتالي لانت لما بتجد تحط الحكام الدوليين مع بعض زي ما يكونوا عايز تعمل أزمة ما بينهم ولما بتجيب حكم دولي كبير في المباريات بتجيب مع حكم فار صغير لسه ما عندوش الخبرة ولا أدار مباراة في الدولة فبيصدر أزمة للحكم الدولي أنا بحكي تفاصيل اتحاد القورة لو ما يعرفش التفاصيل دي هتبقى أزمة لللجنة اللي جاية وأتمنى أن الحكام اللي كان عندوهم أزمة مع الكابتن عصام يعودوا مع ماركت لاتنبرج ويشرحوا ويقولوا إيه اللي كانوا بيتعرضوا ليه الفترة اللي فاتت لأن الكل هيطلع يقول لك إيه أصل رحيل عصام عبد الفتاح بسبب أن الأندية بتشتكي مراك للجزاء وتسلل لا اللجنة كانت ماشى غلط وعشان ماشى غلط بتحصل أخطاء تحكمية في المباراة وأخطاء مؤسرة وبالتالي الأخطاء دي لما أثرت في ترتيب جدول الدوري وأثرت في صراع الصدارة وكان سبب رئيسي في ابتعاد الأهلي عن المنافسة حتى هذه اللحظة واقترابه من صدارة الدوري أصبح لزاما على اتحاد الكورة أنه كان يوجه الشكر للكابتن عصام وإلى النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا وأحد الأعضاء في الجمعية العمالة للاتحاد المصري كان دوره مهم جدا في الفترة اللي فاتت أنه يوجه سهام النقد ضد لجنة الحكام في الفترة السابقة والنادي الأهلي في الفترة السابقة كان أرسل خطاب واثنين وثلاثة والكابتن محمود الخطيف في كلمته الأخيرة أشار لده ويأكد على ده وقال لاتحاد الكورة احنا قلنا الأخطاء اللي موجودة إيه وإزاي نقدر نغير المنظومة عشان تبقى للأفضل ومحدش كان بيستجيب لغاية موصلنا المرحلة أن التحكيم المصري حاليا لا موجود في كأس العالم ولا كان موجود في التصفيات الإفريقية في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم حتى البطولات الكبيرة اللي بينظمها الفيفا ما بتلاقيش حكم مصري في المباريات والأحداث المهمة ولولا الأهلي موجود في النهائيات الإفريقية السنوات الأخيرة ما كنتش عتلاقي أي طرف مصري ممثل حتى لو الأهلي لقدر الله ما كانش موجود ما قلتش عتلاقي حكم مصري بدليل أن فيه سنة من السنوات ما كانش الأهلي بيلعب نهاية دور الأبطال كان الترجي والوداد كلكم شفتوا ساعت بكاري جسامة وبملكة سيمة ما كانش فيه حكم مصري وبالتالي التحكيم المصري عانى كتير قوي الفترة اللي فاتت وما ينفعش بصراحة يعني يبى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري هو نفس الشخص اللي موجود في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي وعليه علامات استفهام كتيرة وكان فيه كلام كتير الفترة الأخيرة أنه تم توجيه الشكر لي وأعتقد خلال ساعات لما يتم بإعلان التشكيل الجديد للجنة حكام الكاف هنشوف الكابتن عصام مكمل ولا مش مكمل عشان لو ما كملش ساعتها هنطلع نقول وقتها ليه كان فيه أزمة في لجنة حكام الاتحاد الإفريقي وبالتالي النادي الأهلي لما كان بيتكلم عن مشاكل التحكيم ما كانش يقصد عصام عبد الفتاح بشكل شخصي النادي الأهلي بدوره كأحد الأندية الكبيرة في مصر وأعضاء وعضو جماعة الممية دوره أن المنظومة دي تتعيد للفترة اللي جاية وعشان المنظومة دي تتضبط كان لازم يجي خبير أجنب الفترة اللي جاية بعيد وبأكد المشكلة مش في الأخطاء الفنية بشكل مباشر لا المشكلة أن اللجنة كانت بتدير الملف ده بشكل تشعر كده أن فيه أخطاء مقصودة وموجهة والتعينات كلها كان عليها مليون علامة استفهام اسألوا الحكام الدوليين وهيقول لكم والله العظيم بالإسم مين بيحط فين وإزاي وأتمنى اللجنة كلها يتم توجيه الشكر لها ما يبقاش الكابتن عصام بس طيب النهاردة كمان أو منذ لحظات الأستاذ جمال علام رئيس التحاد الكرة قال أنه هو المجلس قرر حالة جميع الشكاوي المقدمة من الأندية في مختلف الأقسام ضد الحكام إلى الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج وهو المسؤول الآن على منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة بالمناسبة الشكاوي المقدمة من الأندية لو بسطوا كده على عدد أندية الدور المصري عطلقهم 18 نادي كم نادي اشتكى وكم نادي طلب حكام أجانب 17 نادي معادة نادي واحد بس يعني معادة نادي واحد بس فالهل 17 نادي كانوا غلط؟ هل النادي الأهلي كان بيتكلم أكتر من مرة لأهداف واعتبارات شخصية عشان خسر ماتش أو تعاد المباراة؟ لا إطلاقا الكل شايف أن فيه أخطاء معادة نادي واحد وبالتالي كان يجب أن يتم تطوير المنظومة بالتعاقد مع الخبير الإنجليزي لما نشوف الفترة الجاية بالشكاوي لا يتم إحالتها للخبير الإنجليزي هينقشها إزاي؟ ويشوف مشاكلها إيه؟ ويشوف أزمة الحكام جاية بسبب مين؟ هل أزمة بسبب رئيس اللجنة السابق؟ ولا فيه أزمة بسبب أشخاص أخرى كانوا مكملين مع رئيس اللجنة في الفترة السابقة وبالتالي الأزمات كتيرة وكان اللافعون بصراحة ماركك لاتنبرج الفترة الجاية لأن أنا على المستوى الشخصي الموضوع ده مش هيتطور في سنة ولا اتنين ده محتاج شغله أربع خمس سنين والدليل لما الكابتن عصام قدم ملف لتطوير الحكام ما نفس منه ولا حاجة ولا حاجة تنفذت عموما أخيرا راح على عصام عبد الفتاح وننتظر الأفضل في الفترة القادمة بالنسبة لملف التحكيم أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونتكلم على موضوع مهم جدا وهو متعلق بأرعة الدور التمهيدي والأرعة اللي النهاردة أجرها مسؤولي للتحاد الإفريكي وكمان هنتكلم على نقطة مهمة جدا متعلقة الدور التمهيدي والتصنيف مين كان مع فيه ومين ما كانش مع فيه واللي تم إعفاؤه إعفاؤه ليه؟ وهل التصنيف بالنقاط ولا بالبطولات فاصل ثم نواصل حد من الأصدقاء بعت صورة قديمة كده للفنان العظيم الراحل فؤاد المهندس لما كان قاعد على مكتب وقدامه فايلات كتيرة يعني المكتب أصلا مش باين وحتى وشه مش باين منه غراصه بسبب أن الملفات كتير قوي فبيقولك دي الشكاوي اللي هيبص فيها كلتنبرج من أزمات الحكام خلال الفترة السابقة يعني الشر البلية ما يضحك والأحداث الأخيرة في موضوع التحكيم المصري كانت كتير قوي بصراحة والقرار اتأخر كتير لكن نتمنى الأفضل بإذن الله لغسرة التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية طيب قرأة الأندية الإفريقية ومسابقتين دوري الأبطال وكاس الكونفدرالية والحق خلاص دي آخر سنة النظام الحالي دوري أبطال وكاس الكونفدرالية خلاص من السنة الجاية الموضوع كله عيختلف وعتبقى فيه كمان مسابقة السوبر ليك قبل ما أدخل في القرأة واللي قدامكم على الشاشة دي قرأة دوري التمهيدي الأول اللي شارك فيها بالتأكيد 58 نادي بعد إعفاء أكبر ستة أندية في القرأة الإفريقية خلال الخمس سنوات الأخيرة لو تاخدوا بالكم الحاجة أن القرأة اتعاملت بناء على إيه جماعة؟ اتعاملت بناء على التصنيف بمعنى أن القصة مش قصة بطولات مثلاً بيشوفوا آخر خمس سنين نتاج الفرق الإفريقية عاملة إيه؟ الأهل بالتأكيد في المركز الأول ودائماً منفرد فيه الصدارة خلال العشر سنوات الأخيرة وهو نادي القرن في القرن السابق الأهل الأول ب74 نقطة يليئ الوداد ثم الترجي ثم الرجاء ثم نهضة بركان ثم سانداونز وبعد كده مازينبي والزمالك طبعاً نهضة بركان عيلعب فيه كأس الكنفدرالية فبتشيله من الترتيب فبالتالي بيدخل قبليه فريق سانداونز بعد كده مازينبي والزمالك طبعاً مازينبي والزمالك 43 نقطة حصل خلاف كتير والناس مكادش عارفة إيه اللي هيحصل يمكن الحمد لله الواحد من خلال المصادر ومن خلال الناس اللي بتعامل معها في الاتحاد الإفريقي ودائماً الحمد لله فيه مصداقية ما بيني وبينهم وباخد دائماً منهم المعلومة السليمة قبل ما تبقى رسمية عشان نعرف إيه اللي بيحصل للفترة الجاية وده بالتأكيد دورنا عشان نقدم معلومة صحيحة وضقيقة لكل السادة المشاهدين قبل إعلان معاد القرعة بعد تعديله سألت أنت يا جماعة الزمالك 43 نقطة ومازينبي 43 نقطة إزاي هتقدروا تفصلوا ما بين الناديين عشان نشوف مين هيلعب الدور التمهيدي ومين هيعفة مع الخمس أندال أخرى الأهلي والوداد والترجي والرجاء وساندونز ترد علي رد قوي جداً وقاطع وأنا من يومها حسمتها وقلت بشكل رسمي يا جماعة الأهل هيلعب الدور التمهيدي الثاني اللي هو ما يعرف يعني بدور الـ 32 وإزاي مالك يلعب الدور التمهيدي الأول اللي هو الدور الـ 64 اللي هو عدد الأندية اللي بتشارك فيه البطولة وبالتالي إيه اللي حصل قالوا لي القصة مش قصة بطولات دايماً الاتحاد الإفريقي بيعتمد على معيار التصنيف وده يرجعنا بقى للعشرين سنة اللي فاتت لما تم اتخاذ قراراً للأهل نادي القرن والكل من وطاعة يقول لك السبعة أكبر من التسعة والتسعة أكبر من السبعة وليه اللي حصل وكل كان عارف أن المعايير الاتحاد الإفريقي واضحة والقصة بعيدة تماماً عن الأشخاص الموجودين في الكاف لأن الكلام ده كان من كم سنة نتكلم مثلاً من 94 نتكلم بعد 28 سنة نفس المعيار موجود في الاتحاد الإفريقي وهو التصنيف فقالوا لي الخمس سنوات الأخيرة الفريتين زي بعض مازينبي 43 والزمالك 43 ولكن لو رجعنا للسنة السادسة عام 2017 مازينبي جايب نقاط أعلى جايب خمس نقاط والزمالك سفر طيب لو رجعنا للسنة الأخيرة الزمالك محق نقطتين لنخرج من دور المجموعات ومازينبي حصل على سلاس نقاط وبالتالي بالنقاط مازينبي عنده معايير أفضل الطلم طيب مازينبي في آخر خمس سنين واخد الكأس الكونفيدرالية واخد كأس السوبر قالوا لي دايما لوائح الكاف والمعايير اللي بنعتمد عليها ليست بالبطولات ولكن بالأرقام والنقاط وبالتالي أتمنى أتمنى الكل بلا استثناء يركز جدا على اللي حصل السنادي في تحديد الفريق السادس المعفى من دور التمهيدي اللي حصل في مسألة إعفاء مازينبي واختيار الزمالك المسألة لها علاقة بحاجة واحدة بس وهو أن التصنيف هنا بالنقاط وليس بالبطولات آخر خمس سنين إذا ماكو واخد بطولتين مازينبي مش واخد ولا بطولة يبقى السفر أكبر من الاتنين يبقى بالتالي المعيار هنا بالنقاط وليس بالبطولات أعتقد ده مثال حي وبالمناسبة الحمد لله مفيش مسؤول مصر في الكاف عشان يقولك أصل عمل كذا الأمين العام من الكونغو ومعاجن سياسة ويسرية رئيس الاتحاد الإفريقي جنوب إفريقي وبالتالي الأمور كلها بعيدة تمام البعد عن الشخصيات الموجودة لأنه في معايير واضحة ولكن زي ما أنتوا عارفين فيه ناس دايما بتحب تقوم شغلها على فكرة الأهل والمظلومية والمؤامرة الكونية والتسعة أكبر من السبعة لا القصة مش كده هي القصة معروفة دايما للي عايز يفهم واللي عايز يقرأ أن الأمر معمول هنا بالنقاط مش بالبطولات طيب القرعة عملت والأهلي بالتأكيد خلاص عرف هيواجه مين في مرحلة الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور الـ 32 وتحدد أن الأهل هي لعب الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي جيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي هيلعبوا في شهر تسعة ده الدور التمهيدي الأول والفائز بينهم هي لعب الأهلي اللقاء الأول هيكون أحد أيام سبعة أو تمانية اكتوبر في ياما رواندا أو تونس يعني على حسب الفائز منهم اللي هي لعب الأهلي ولقاء العودة في مصر أحد أيام أربعتاشر أو خمستاشر أكتوبر وبالتالي يبدأ الأهلي مشواره الإفريقي بإذن الله أحد أيام سبعة أو تمانية اكتوبر سواء في تونس أو في رواندا وبعدها بإذن الله هيلعب لقاء العودة في القاهرة وبإذن الله ينتصر ويفوز ثم يتأهل لمرحلة دور المجموعات اللي هتكون في شهر 22-23 طيب الزمالك في الدور التمهيدي الأول اللي هو دور الـ 64 هيواجه ألكت سبور التشادي هيلاعب بطل التشاد وفي حال فوز الزمالك هيقابل الفائز ما بين الاتحاد الليبي وبطل رواندا أو بطل بروندي الزمالك لو كسب بطل تشاد هيلاعب في دور التمهيدي الثاني الفائز ما بين الاتحاد الليبي وبطل بروندي ومن خلال شاشة قناة الأهلي وأنا عارف الأخوة والأشقاء في ليبيا دايماً متابعينا بتوجه لهم بأدق التهاني والمبركة لمسؤولة الاتحاد الليبي على الفوز بالدور الليبي والمنافسة القوية اللي كانت موجودة في الموسم الماضي وقدر الاتحاد الليبي يقدر يفوز به بطولة الدور الليبي في الموسم المنقضي اللي لسه منتهي منذ أيام قليلة وكان فيه احتفالات كبيرة جداً بالنسبة لجماهير الاتحاد الليبي طيب ده بالنسبة للأهل والزملك ساندونز على فكرة مع فيه وهيلعب دور تمهيدي تاني وهي لعب الفاز ما بين بطل سيشيل وبطل جزر القمر والوداد هيلعب الفاز ما بين بطل النيجر وبطل ليبري طيب نروح لي كأس الكنفيدرالية وعندنا فرقتين بيرامدز مع فيه أيضاً لأنه يعتبر تصنيف رقم اثنين بعد نهضة بركان وبالتالي من ضمن أكتر 14 نادي مع فيين من الدور التمهيدي وهيلعب الكسبان ما بين هلال الساحل السوداني مع جيتا جولد بطل تنزانيا يبقى بيرامدز بينتظر في شهر أكتوبر الفائز ما بين هلال الساحل السوداني وجيتا جولد بطل تنزانيا في المقابل فيوتشر في أول سنة مشاركة في الكنفيدرالية بالتوفيق يا رب لي إدارة ونادي وجهاز ولاعب فريق فيوتشر بالتوفيق في البطولة الكنفيدرالية هيلعب في البداية في الدور التمهيدي الأول مع فريق بطل أغندا بيركبول بطل أغندا والفائز ما بين بيركبول وفيوتشر هيلعب بطل بنين أو بطل سيرليون وده هيكون لقاء التمهيدي الثاني يوم 16 أكتوبر لقاء العودة بإذن الله كل التوفيق للفرق المصرية الأهلي زمالك بيرامدز وفيوتشر ونشوف نتائج جيدة في البطولات الإفريقية آخر حاجة ويمكن الخبر ده متأخر شوية كان لازم يتمي أنه من 3-4 أيام يعني لكن الانتحاد الكورة منذ لحظاتها قليلة أعلى أنه تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي بيختره فيه باعتماد قرار اتحاد الكورة والخاص بمشاركة ناديي الزمالك والأهلي في دور الأبطال والتأكيد على أنه قرار ترتيب فرق الدوري في حال عدم انتهاء شأن داخلي لاتحاد الكورة كما تضمن الخطاب مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا ومشاركة بيرامدز وفيوتشار في الكونفيدرالية الخبر هو متأخر شوية الخبر ده كان من 3-4 أيام عرفناه من الاتحاد الإفريقي لكن البعض كده حاول يلعب في الأوراق لكن الكاف عارف قيمة ومكانة الأهلي والأهلي موجود في دوري الأبطال مع الزمالك وأيضا بيرامدز وفيوتشار في كأس الكونفيدرالية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف آخر أخبار الأهلي وزي ما نشايفين النهاردة اليوم مليء بالأحداث والأخبار والكواليس فرصة في الجزء الثاني من الحلقة نتابع أخبار الفريق ونشوف الاستعدادات في برج العرب قبل مواجهة المصري غدا بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد النادي الأهلي بيستعد لمبارات المصري غدا والفريق فضل في اسكندرية بالتأكيد مرجعش خلاص لأن مباراتين يعني مرتبطين ببعض الوقت ما بينه 72 ساعة فالفريق فضلا يكون موجود في برج العرب الحمد لله فوز إيجابي على الاتحاد السكندري ثم بعد ذلك الفوز على فريق المصري أو إن شاء الله بإذن الله يعني يكون فيه فوز على المصري غدا بإذن الله في ظل راحة عدد كبير جدا من اللعبين لكن لمزيد من التفاصيل بالتأكيد ده لازم نروح بقى ليز من فاروق صلاح مفد قناة الأهلي المتواجد بالتأكيد في برج العرب منذ أول أمس مع الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري وكمان لمتابعة آخر استعدادات الأهلي لمبارات المصري فاروق مساء الخير عليك أهلا بيك وعايز أتطمن منك على أخبار الفريق المعسكر المغلق في الأسكندرية نتائجه إيجابياته شايف الفريق إزاي الحالة إيه تعامل الجهاز الفني كمان مع اللاعبين بعد الفوز على الاتحاد بسلسية وكيف يستعد لمواجهة المصري غدا بإذن الله كل الشكر للزميل محمد سعيد برحب بك محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبالتحديد متابعي برنامج الترند بالفعل زميل محمد احنا هنا موجودين في مقر إقامة تفريق النادي الأهلي وطبعا آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة فريق المصري في المباراة المقرر إقامته غدا على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة التاسعة مساء تفاصيل كتير طبعا يا محمد زمانت قلت المعسكر النادي الأهلي وهنا بيقام طبعا كان بدءا من مباراة الاتحاد السكندري الانتهت بفوز وأداء رائع للعاب النادي الأهلي فوز بسلسة أداء مقابل لشيء مزيد من التركيز مزيد من ارتفاع الروح المعنوية لمسنا مع انتهاء المباراة هنا في المعسكر لكن الجميع هنا تعامل خلاص أنه أغلق صفحة مباراة الاتحاد وبدأ التركيز على فتح مباراة المصري مستر ريكاردو سواريش كان في كلامه مع الإعلاميين في المؤتمر الصحفي قال عندنا مباراة مهمة أمام المصري بعد 72 ساعة كل التركيز الفريق كان بدأ تدريباته واستعداده لذيء المباراة بالأمس كان المران الأول هنا على أحد الملعب الموجودة في مقر إقامة فريق النادي الأهلي كان جانب استشفائي للعيبة التي شاركت فيه المباراة إلى جانب بعض الجوانب الخططية للعيبة التي لمشاركتش لكن النهاردة طبعا يعني في الوقت اللي أنا بكلمك فيه يا محمد انطلق مران للنادي الأهلي زي ما معانا ينتشاف من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وفريق العمل اللي انطلق مران للنادي الأهلي قبل المران كانت فيه محاضرة فيديو لي مستر ريكاردو سواريش مع اللعبين طبعا بيتكلم على النقاط القوة والضعف في فريق المصري البورسعيدي ويتكلم على أهم الأمور الفنية أو التكتك اللي ممكن يطلبه من اللعبين في هذه المباراة طبعا محمد الحالة الفنية لحالة التركيز اللي عند اللعبين الفوز الأخير على فريق الاتحاد السكندري رفع الأمور المعنوية بالنسبة للعبين مستر ريكاردو سواريش قال لسه متمسك بالأمل وإي فرض داخل النادي الأهلي لازم يحط النقطة دي قدام عينيه إنه يلعب لآخر ديئة ودايما ده اللي متعوده أو الجمهوري النادي الأهلي دايما بمتعوده مع اللعبين للنادي الأهلي إنهم بيلعبوا لآخر نفس نتمنى لهم طبعا محمد التوفيق في هذه المباراة إن شاء الله أمام المصري غدا بمشيئة الله طيب عايزة أتمن منك على بيرستاو وعدد من اللعبة كانت أخبار كده بعد المباراة اللي فاتت إنه فيه كدمات أو إصابات عضلية الحمد لله الجميع بصحة طيبة في أي لقدر الله إصابة ممكن تعيق حد عن المشاركة في مباراة بكرة ولا الحمد لله الجميع بخير ما فيش أي إصابة لا أطمنك محمد يعني الحمد لله بدون أي إصابات الحمد لله لا هل يدخل لقاء المصري البورسعيدي طبعا النادي الأهلي طبعا في اللقاء الأخير كان فيه يعني مشترك أو كرة مشتركة ما بين اللاعب محمد عبد المنصف وكريم فؤاد اللاعب النادي الأهلي من خلال هذه الكرة كان فيه كدمة بسيطة لكريم فؤاد لكن الدكتور أحمد أبو عبد قال لنا إنه قدر يتعامل معها في الملعب مفاش فيها أي مشكلة وبالتالي إن محمد كريم فؤاد موجود معنا في المباراة ما فيش أي إصابات بطمنك أيضا على بيرسي تاو بطمنك أيضا على كل اللاعبين بطمنك على حالة الجاهزية اللي عند اللاعبين سواء من الناحية البدنية أو الناحية الفنية هطمنك أيضا على بعض اللاعبين اللي بيغيبوا عن هذه المباراة وطبعا غيبوا عن النادي الأهلي في المباراة الأخيرة يعني زي ما صرح لنا الدكتور أحمد أبو عبلا زي ما صرح لنا الدكتور أحمد أبو عبلا إن إن شاء الله عاقب العودة من القاهرة أو عودة من الأسكندرية إلى القاهرة وانتهاء مباراة المصري البورسعيدي هيلطحك بتدريبات النادي الأهلي أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا من الأعرب اللاعبين اللي هينضموا طبعا للنادي الأهلي طمننا أيضا منه أن حسين الشحات كان طبعا أجرى جراحة وعاد إلى القاهرة بالأمس وهيبدأ خلاص من الغد إن شاء الله البرنامج التأهيل الموضوع لحسين الشحات طمننا أيضا على أكرم توفيه وقال أكرم توفيه خلاص مع العودة من الأسكندرية هيشارك في التدريب بصورة كاملة زي ما أنت عارف يا محمد نحن قلنا أن أكرم توفيه كان يبتدى من فترة المؤخرة أنه هيشارك في أجزاء من التدريب لكن أقدر أقول لك أنه هيشارك في المران بصورة كاملة بالتحامات بكل الأمور طبعا ويشارك في التأسيمة ودي من الأمور طبعا المهمة جدا لأكرم توفيه أنه هو واحد من اللعبة الإضافة القوية جدا للنادي الأهلي طهر محمد طهر أيضا يا محمد خلال أسبوعين إن شاء الله هينضم للتدريبات الجمعية دي يا محمد تقدر تقول أقرب اللعبين اللي ممكن تعود للفريق للنادي الأهلي أو التدريبات الجمعية خلال الفترة القادمة بإذن الله طيب أنت طمنتنا على كريم فؤاد يا فاروق محمد أشرف جاهز إن شاء الله محمد أشرف وبالمناسبة واحد من اللعبة اللي تلقى الإشادة من الجهاز الفني الكابتن ميستر ريكاردوس واريش وميستر كابتن سامي أمصان الكابتن سيد عبد الحفيز وقال واحد إن هو من اللعبة اللي تبقى مستقبل للنادي الأهلي جاهز إن شاء الله معنا للمشاركة في هذه المباراة بإذن الله مباراة المصري كل اللعبة للأسية واللعبة للناشئين لكن محمد نقطة مهمة جدا برضو محمد وإحنا بنتكلم في هذا السياق عايز أتكلم على الروح اللي موجودة في النادي الأهلي الروح اللعبة للكبار كابتن رامر ربيعة كابتن محمود متولي حسام حسن محمد محمود اللعبة والتعامل اللي بنشوفه مع الناشئين ما تحسش إن اللعب الناشئ غريب على النادي الأهلي الكلام ده محمد أنا دايماً بأكد عليه وبقول إن هو من أهم الأمور اللي بتميز للنادي الأهلي تشوف يا محمد في المتعاود ممكن تلاقي اللعبة الناشئين ممكن يكونوا مع بعض لكن الواحد لمسه وبيشوفه تلاقي حسام حسن ماشي مع أحمد سيد غريب كابتن محمود مع محمد فخري أحمد سيد عبد النبي مع مصطفى شبير مصطفى شبير طبعاً في كلامه مع اللعبين كابتن علي لطفي مع حمزة مع مصطفى أمور كلام حمد بتشوفها داخل النادي الأهلي فقط هي الروح الفريق الواحد أكيد زميل العزيز فاروق صلاح مفد قناة الأهلي من الأسكندرية ومتابعة حية لتدريبات الأهلي والمعسقر المغلق في برج العرب استعلاد لمواجهة المصري غداً شكراً جزيلاً لك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل استكمال باقي فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي نتجول كده مع بعض في صفحات السوشيال ميديا ونشوف اللي اتكتب على الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة حساب يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر نشر المباراة المتبقى للأهلي في الدوري تتوقع يحصد كام نقطة فيما تبقى كلنا عارفين المباراة المتبقى للأهلي مصر المقصة الإسماعيلي إستر نيكامباني إمبي وكمان البنك الأهلي طبعا بنتكلم في حوالي ومصر المقصة كمان بنتكلم في حوالي 6 6 مطشاط بنتكلم في حوالي 6 مباريات متبقية للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي نقص له مباراة كمان منهم مباراة الإسماعيلي دي مباراة مؤجلة من بداية الدور الثانية هتتلاعب إن شاء الله في منتصف هذا الشعر وبإذن الله في حال الفوز النادي الأهلي ساعتها هيكون ثاني الدوري العام وبالتالي ست مباراة ب 18 نقطة بإذن الله تسعى للفوز باللقاءات القادمة كلها وأقولهم بالتأكيد مباراة المصري اللي هتتلعب بكرة الساعة 9 على ملعب برج العرب طيب نروح لحساب الوطن سبورت وسنائي جديد ينضم إلى مستشفى القلعة الحمراء تسع إصابات بين لعبي الأهلي طبعا هو الخبر هنا بيتكلم في الوطن سبورت على تعرض محمد أشرف الظاهر الأيصل لإصابة عضلية وكريم فؤاد لإصابة في الرغبة زمينا فاروق صلاح أكدنا الحمد لله أن كريم ومحمد أشرف جهزين لمباراة بكرة وإمكان الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي يمكن عمل فحصات طبية للعيبة في المعسكر المغلق في برج العرب واتمأنين على حالة الاتنين فإن شاء الله يكونوا جهزين لمباراة بكرة وبالتالي نخصم بقى من التسعة اتنين فيرجعوا سبعة على الرقم الأديم لسه إحنا على أديم السبعة فإن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيه إصابات متكررة خلال الفترة اللي جاية ما بين صفوف الفريق نروح لليوم السابع وبتكلم عن سوارش يحدد موعد مشاركة أكرم توفيق في مباريات الأهلي طيب أكرم توفيق كلنا عارفين الفترة الأخيرة الحمد لله رجع وابتدى يتمرن فيه التدريبات الجامعية لكن ما عد نزوله للمباريات بشكل رسمي لسه ما تمش تحديده الأمر هنا هيكون متعلق بقرار ريكاردو سوارش والنية اللي عند ريكاردو سوارش تبقى للمصادر اللي صراحك لليوم السابع إنه هيدفع بأكرم توفيق في آخر إسبوعين من الدور العام يعني نتكلم على آخر مباراتين ممكن يتم الدفع بأكرم توفيق ولكن على أجزاء من المباريات مش هلعب بالطبع لا شوت كامل ولا تسعين ديئة لكن يبدأ يشارك عشر دعاي في ربع ساعة نص ساعة عشان يبدأ ياخد فورمت المباريات خاصة المسم بينتهي ويستعد إن شاء الله للمسم الجديد مع الفريق عشان يتم تجيزه في الفترة اللي جاية حساب الأهرام بيتكلموا عن إن الأهلي يغير خطته في صفقات المريكاتو الحالي والعناصر الشبابية في الصدارة بصوا يا جماعة الفترة الأخيرة الكل تكلم عن إن الأهلي هيتعاقد معه من سبع إلى عشر لعيبة وبعد مباراة الاتحاد السكنداري طلقت كده نغمة إن الأهلي لا مش محتاج صفقات إلا هلا يعتمد على الناصر الشبابية ومش هيتعقد إلا ملاعب والتنين في المريكاتو اللي جاي كل الناس بتكتهد محدش عنده معلومة وأصلا كمان لسه ريكاردو سواريش ما عملش اجتماع رسمي ونهائي مع الكابتن محمود الخطيب أو مع شركة القورة عشان يحدد احتياجاته الفترة الجاية زي ما نشايفين الجهاز كله موجود في برج العرب وفي اجتماعاتها متواصلة عشان المباراة وضغط المباراة في الفترة الحالية ففكرة إن انت عنك محمد أشرف زياد طاري أحمد سيد غريب محمد بغربي أحمد نبيل كوكا بالمناسبة عدد من اللعبة دي حتى لو تأهيدت فريق أول هي أصلا في منها لعبة بتلعب في 2001 و2003 و2004 يعني أصلا هي تحت السن وبالتالي قدها أو عدم قدها مش هيضيف كتير لأن كده كده القيمة هتبقى 30 و35 لعب والقيمة الإفريقية 40 لعب فاللعبة دي كده كده هتلاقيها لكن الاحتياجات كلها اللي هيحددها ريكاردو سواريش مع قطاع الكرة الفترة الجاية وبالتالي الناس بتجتهد بناء على النتائج وليست بناء على المعلومات خبر جديد برضو بيتكلم موقع في الجول على إن مصدر من سيراميكا كليوباترا بيقولوا إنه في محادثات شفاهية من الأهل وبيرامدز بشأن شاد حسين ومن الأهل فقط بشأن مصطفى ميس يعني في محادثة شفاهية أو محادثات من الناديين الأهل وبيرامدز عشان يضموا شاد حسين لكن الأهل هو اللي بيتكلم بس على مصطفى ميسي ونادي سيراميكا هيحسن موقف السنائي عاقب نهاية الموسم بعد جلسة مع الجهاز الفني كلها اجتهادات ولسه ما فيش اتجاه أو قرار رسمي إلا بعد يوم 38 مع فتح باب القيد في شهر 9 آخر حاجة كورابلس بيقول إن النادي الأهل بيفاوض مهاجم منتخب الشباب لضمه في المريكات والصف والكلام هنا على يوسف حسن مهاجم نادي وادي دجلة يوسف حسن ضمن اهتمامات الآل منذ أن كان لعبا في صفوف الماولين لكن الصفقة وقتها توقفت وانتقل بعدها إلى نادي وادي دجلة ننتظر لنرى بعد 38 إيه الاحتياجات واللي هيعلنه النادي الأهلي بالنسبة للمرحلة اللي جاية طب ده ترند الأهلي نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة عايز أعرف رأيكم في دور السوبر الإفريقي اللي خلاص هينطلق فيه العام المقبل رأي الناس في المسابقة بحد ذاتها إيجابية ولا سلبية أستاذ سعيد بيقول دوري استثماري بالنسبة للاتحاد الإفريقي ومهلك لللاعبين على أساس أن الدوري طبعا فيه 21 مباراة مع الدوريات المحلية فأنت بتتكلم ما لا يقل عن 55 مباراة أو 50 مباراة سنوية مصطفى محمد فهين بيقول بطولة حلوة بس اللاعبين هيتعبوا الناس كلها الآن بس من الإجهاد لأن البطولة فيها عدد مصات كتير جدا دكتور محمد بيقول جميل وإن شاء الله يكون الأهلي هو الحاصل عليها يعني فيه النسخة الجديدة بإذن الله أستاذ أحمد بيقول مربح مديا بس النظام مش عادل تماما لازم يتغير النظام ده والله أستاذ أحمد بقرة هيبقى انطلاق دور السوبر وباترس متسبة هيعلن تدشين هذه المسابقة ساعة 12 الظهر بإذن الله بتوقيت القاهرة في الجمعية العمومية وأنا أعرف بقى كل الكواليس اللي احنا قلناها الفترة اللي فاتت هيتم إعلانها بقرة إن شاء الله بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي وفي حلقة بقرة كمان هنركز على دور السوبر وإيه الجديد في هذه المسابقة بعد الإعلان الرسمي من قبل الكاف في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله نلتقي على خير وحلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء